اشتركوا في القناة 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 لأ الشعب المصري بالكامل تحمل اقتصاد حرب لمدة سبع سنوات البنية الاساسية في مصر توقفت تماما انا عايز اقول ان يعني الناس كانت بتاكل بالطبور بتوقف في الجماعيات عشان تاخد كيلو سكر او كيلو زيت المصري نق 15 كدة وقتها ومحتش ابدا كان بفكر غير في حبو وحدها الكرامة مستعادة الارض وكانوا عايشين وراضين الحقيقة وعايز اقول في الوقت ده كان سمود الشعب المصري امر ليه العجب بس هم لازم يكونوا فاهمين اللي كانوا شايفين ده ان سمود الشعب المصري ليه العجب وسيظل عجب الناس بسمود هذا الشعب وقدرته على واجهة التحديات الغير مسبوقة الغير مسبوقة الشعب وقف وراء الجيش في الظروف دي حتى تحقق السادس من اكتوبر العاشر من رمضان اللي احنا بنحتفل بيه النهار ده وانا استدعيت حالتنا اللي احنا فيها دي وبقرنها بشكل او باخر يعني بالتاريخ ده بالظروف دي بالمعاناة دي بالصمود ده صمود المصريين عشان المستقبل بقولي الكلام ده دلوقتي ليه من فضلكم اسمعوني كويس انتم لما استدعتوني لمهمة تولي رئاسة الدولة كان العقد اللي بيني وبينكم انتم حتشتغلوا وحتكتهدوا معايا وحتتحملوا معايا انا لن استطيع بمفردي وما افتكرش ان فيه رئيس او حكومة تقدر تعمل حاجة لوحدها لكن بشعبها يتعمل المستحيل وانا كنت صادق جدا معاكم كنت امين جدا معاكم وقلت ان احنا هنحتاج سنتين من العمل الجاد وان احنا هناخد اجراءات صعبة ليه هناخد اجراءات صعبة لان احنا هنواجه هنواجه فعلا حالة الفقر اللي بقالها سنين طويلة ضغطة علينا كلنا افكر بجد في مستقبل جيد لينا ولا الابناءنا انا بقول الكلام دلوقتي لان حصل نقاش وكلام كتير في اليومين اللي فاتوا على تحريك الاسعار لمواجهة فاتورة الدعم انا قلت في بداية الكلام او في نصه اسمعوني كويس وبقول لكم مرة تانية اسمعوني كويس اوي وشوفوا احنا كنا راحين فين انا لما بتكلم ببساطة عن الدعم وعن الموازنة بقى الهدف منه ان انتو تبقوا شركة معايا يعني المواطن البسيط اللي موجود بيبيع حتى على الرصيف حاجة يبقى معايا سواء الميكروباس وسواء العربية النقل يبقى معايا اوعى يتصور ان هو ما يكونش لي دور وان الدور ده الدولة وهو بمعزل عنها لا احنا مع بعض احنا مع بعض لان الخطر علينا كلنا ارجع تاني وبتكلم دلوقتي وانا بكلمكم كده عن القرار القرار يقول ان ما يتخدش دلوقتي القرار يقول الناس بتحبك خليها تفضل تحبك القرار يقول حافظ على شعبيتك القرار يقول انك انت مالكش ظهير مالكش حزب لكن انا ليا قبل كل شيء ربنا واحده وكمان ليا انتم يا مصريين اذا كنت انا بعمل عشان خطركم صحيح انتم عارفين كويس وتقدروا تفرقوا كويس اذا كان دا بيتعمل عشانكم عشان بلدنا عشان الحاضر والمستقبل بتاعنا ولا بيتعمل لأي اسباب اخرى فكان بالنسبة للتوقيت لأ مش دلوقتي في الظروف تاني لكن الخطر الكبير قوي ما كانش ينفع ابدا اذا حط الحسابات بتاعت الشعبية والمكانة وان ما فيش حد ورا مني وما اخدش والانتم استدعتوني ليه انتم استدعتوني عشان مهمة مهمة انقاذ وطن وبناء وطن ان شاء الله بقول تاني هتكلم في ارقام ببساطة جدا ونعرف ليه احنا مضطرين ناخد الدواء المر ده انا اتكلمت في كلها الحربية وقلت لكم ان انا بواجه 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 كلامي لشعب مصر لما الحكومة عرّت علي الموازنة قلت ان انا مش هقدر اصدع على الموازنة بالظروف داية بالارقام داية ليه لقيت العجز اللي موجود هيتعدد 300 مليار جنيه هيتعدد 300 مليار جنيه يعني ايه كلام داوت يعني لو انا رجعت شوية لثلاث سنين فاتوا كان دين مصر الدين بتاع مصر كان تريليون واثنين من عشرة تريليون واثنين من عشرة النهاردة الدين دا من غير الموازنة دي بقى واحد وتسعة من عشرة تريليون يعني تقريبا في التلاث سنين اللي فاتوا دول كان فيه كل سنة بيزداد اكتر من 200 مليار جنيه دين على بلدنا الموازنة الجديدة اللي اتعرضت عليها كانت هتخلي الدين بدل 200 يبقى 300 او اكتر من 300 وكان مخل الدعم 251 مليار جنيه والدعم حاجة الدعم حاجة والعجز حاجة تاني طيب دا معنى ايه معنى ببساطة خالص احنا دلوقتي دلوقتي من غير اي عجز جديد اضاف على الدين بتاعنا بندفع الارقام دي عشان تتصوروها يوميا مش انا اللي بدفعها مصر بتدفعها انتم بتدفعوها كام تقريبا انا بقول الرقم ممكن يتحفد ما تنسهوش احنا بندفع كل يوم 600 مليون جنيه فوايد للدين الدين الحالي الحالي مش الدين اللي حيبقى أكبر من كده 600 مليون جنيه في اليوم يعني حد ممكن الملاي يقول لي 550 ولا بتاعنا انا قلت الرقم عشان انتم يا مصريين ما يتمسوهوش وبندفع اجهور تقريبا تقريبا نفس الرقم ده نفس الرقم ده تقريبا كده حجم المرتبات اللي بتدفع من جانب الدولة للعاملين في الحكومة تقريبا في حدود 600 مليون جنيه برضه عشان مننساش ده في اليوم طب والدعم الدعم تقريبا في حدود 400 مليون جنيه في اليوم يعني ايه يعني احنا بنتطلع من جبنة ده بنتطلع 600 و600 و400 بيجي لنا ايه عشان نسدد ده مش احنا تعلمنا وتعودنا كلنا ان الانسان بيصرف على قد ما بيجيله ولا بيصرف اقل ما بيجيله يصرف اكتر ما بيجيله يعني يعني بيجيله مية وبيصرف متين مصيره ايه انا بيقول الكلام ده باختصار لكل المصريين القادر واللي مش قادر الغني والفقير اللي في الداخل واللي في الخارج عشان تتصوره حجم المشكلة وتبقوا عارفين ان ده الواقع اللي احنا فيه دلوقتي وبقالنا ثلاث سنين او اكتر كان فيه بند بيدخل مصر عملة حرة البند ده مش موجود تقريبا مش موجود اللي هو بند السياحة يعني احنا بنتكلم في كان 14 مليار دولار 12 10 البند ده مش موجود البند اللي بقى سابت دلوقتي قناة السويس البند العملة الحرة اللي بيقولنا تقريبا سابت هو قناة السويس وعايزين يضربوها ارجعتان اقول ليه انا بقول لكم الارقام دي باختصار كده ده اللي احنا عملناه بعد اللي احنا عملناه ده كله احنا حنستلف تقريبا 250 مليار جنيه بعد اللي احنا عملناه ده اللي انتوا ممكن تكونوا خدتوا على خاطركم مني فيه 250 مليار جنيه مطلوبين الاشقاء وقفوا جنبينا الفتر اللي فاتت وعايز اقول لكم ان الغاية الغاية دلوقتي بيدفع تقريباً 8900 مليون دولار يعني 5 مليار جنيه شهرياً عشان الوقود طب لغاية امتى طب بعد كده يعني كان فيه خيار تاني لا والله كان ممكن يتأجل الكلام ده مش متأخر انا لاخرته ده كان متأخر سنين التجربة لقرار برضو تاخد سنة 77 لموضوع زي كده الناس قالت ده كتير وما تحملتش ساعتها ومن ساعتها من 77 لغاية النهاردة ما حدش قدر وكل الحكومات كانت قلقانا تعمل ده بس انا لو قلقت وخفت ابقى ما مخافش من ربنا وما بقاش انا مصري حقيقي بحب بلدي وناسي ومستعدة موت عشان خطرهم القرار ده اتاخد وتعملت اجراءات كتير قوي عشان تقلل من تأثيره على الغلبان على الفقير يعني حفكركم وفكر نفسي كمان هو الحد الادنى اللي كان متوقف بقاله فترة كبيرة جدا مش اتاخد في الفترة اللي فاتت دي من 750 ل 1200 مش ده استفاد منه ملايين من المصريين اللي عاملين في الحكومة وكمان في القطاع الخاص في ناس كتير زبطت مرتبات الناس على الكلام ده طيب الضمان الاجتماعي مش تم زيادته بنسبة 50% عشان في شريحة ظروفها صعبة قوي كان لابد ان احنا نخلي بالنا منها طيب مش فيه اجراءات اتعاملت بوزارة التموين عشان تقلل مش فيش كلام تقلل حجم التأثير السلبي على الغلبان مش على الغني القادر ما عندوش مشكلة بالعكس القادر ما عندوش مشكلة بالعكس عارفين بالعكس دي وقلت مرة قبل كده صاحب الفيلا بيدعم من الحكومة باربع تلاف جنيه شهريا في الكهرباء او اكتر حسب بقى استخدامه اللي عنده فيلا في حين اللي عنده بيت او شقة فيها اوضة ياخد خمسين جنيه او اقل يعني القادر ياخد بتديله تقريبا اربع تلاف جنيه وحسب استخدامه كل اجراء بيتعمل الهدف منه محاولة ضبط ضبط حقيقية لللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي مفيش شك ان فيه ناس بتستغل ده استغلال مش جيد وهده اللي بيخلينا اقول اكلمكم النهاردة وقولكو يا مصري انا قلت مرة ان هذا الشعب لم يجد من يرفق به او يحنوا عليه محدش كنت تقصد ايه هو انا لما كنت بيع هو ركب عربية واضغط على اخيها الغلبان اللي نازل يروح شغله وازود زيادة مش ضرورية عشان احط في جيبي انا على حساب ظروفه هو انا رحمته انا مرحمتهش انا خليت بالي منه انا مخليتش بالي منه انا بحبه صحيح ولا انا استغليت ان يبقى فيه مبرر فيه سبب ان انا اقول لا انا هزود جنهين لا انا هزود تلا جنهات ده انا بتكلم ده ان دي الناس لازم يكون واخدين بالنا يا مصريين وانا بخاطب كل مصر بقى اقول له خلي بالك ان مصر قامت حتقوم بينا كلنا وان شاء الله حتقوم بينا كلنا وغير كده هيبقى مش لصالحنا برضو كلنا هيبقى مش لصالحنا برضو كلنا انا تقريبا قلتلكم حجم التحديات الموجودة باختصار من غير ما يعني ما اتكلم كتير بارقام وبيانات ممكن تخلي تخلينا مش واخدين مش قادين نركز يعني بس هو تتصوروا يعني برضو ان معنى ان انا بقولي الكلام ده ان العملية مش هتنجح لا ده احنا عاملينها عشان تنجح احنا عاملين كده عشان ننجح ان شاء الله كان المفروض ان احنا خلال الشهر ده تتحرك قواف الكلام احنا قلناه قبل كده في اسناء الحاملة قلنا ان احنا نعمل بنية السياق ويسا ونبتدي في اصلاح مليون فدان برضو كان القرار ممكن نتاخد في سبيل الحالة ان احنا نطلق ده في اول هذا الشهر لكن الحقيقة الواقع العملي وطبيعة الاداء في رمضان ما كانتش هتبقى بالمستوى اللي احنا بنتمنى كنا هنودي العناصر والشركات لاماكن الشغل بتاعتها ولكن شغل حقيقي ما كانش هيبقى بالشكل اللي احنا عايزينه وعشان كده برضو خلينا القرار يتأجل بتاع اطلاق المشروعات اللي احنا اكلمنا عليها لبعد رمضان يعني شبكة الطرق اللي احنا بنتكلم فيها دي الثلاث تلاف كيلو او اكتر هتبدأ بعد رمضان ايوة عملية اصلاح ومليون فدان تبدأ بعد رمضان ان شاء الله ده فيه قوافل اسمها قوافل التنمية والتعمير بتتجهز دلوقتي عشان تتحرك وتاخد اماكنها في مناطق المشروعات دي بعد رمضان الكلام ده بتعمل مش عشان القادر الكلام ده بتعمل عشان المواطن اللي مش لاقي شغل بيتعمل عشان نزود دخل الغلبان نزود دخل الغلبان خلي بالكم انا ما بقولش كلام اخاطب بيه مشاعر الناس ما يكونش ليه اصل حقيقي عشان اريح الناس لا لا والله ان شاء الله انا كنت صادق معكم وحفضل صادق معكم وامين معكم فكل كلمة بقولها لكم الكلام ده بتعمل عشان يبقى فيه امل حقيقي للمصريين بس الاهم منهم اللي هم اللي مش قادرين اللي زرفهم صعبة عشان نحسن احوالهم صحيح حسن احواله بانه هو بعد ما كان بيعمل 20 جنيه ولا 10 جنيه في اليوم يعمل 30 و40 جنيه في اليوم يبقى انا حسنت انا بطلب من كل مصري ثم على رأسها الحكومة على كل مسؤول في مصر من فضلك حط ايدك في ايد مصر عشان مصر تقوم ما تخليش فيه فرصة للانتهازية وللاستغلال وللضغط على الغلبان دلوقتي لا دلوقتي ولا حتى بقر وانا كنت اتكلمت مبارح مع الصحفيين وقلت لهم من فضلكم انت لكم دور كبير جدا جدا وكلام دا مش جديد بصراحة انا كنت قلت كلام دا للإعلام اثناء لقاء مع الاعلاميين اثناء الحملة او قبل فترة الانتخابات قلت لهم لكم دور في تشكيل الوعي في الحرب اللي احنا بناخدها وبفكر الاعلاميين انت الدور ما يزال قائم دلوقتي وبكرة مش بس في الفترة دي دلوقتي وبكرة الاعلام الاعلام ينتبه ان احنا بناخد حرب لبناء مصر في مواجهة تحديات كتير تحديات اقتصادية سياسية امنية وفيه تحديات جوة مصر وفيه تحديات بالجنة من برا مصر انا قلت لاحسن تكون الرسالة توصل لكم ما فيش امل لا ان شاء الله كل الخير ده مش معناه ان الحكومة والمحافظين ومدير الامن والزباط الشرطة ما تبقاش موجودة في كل موقف وفي كل مكان ويبقى فيه اجراءات عشان اللي ما بيجيش بال بالكلام الطيب يبقى بالقانون يبقى بالاجراء بالرقابة يبقى بال بالمسئولية كلنا بنتحرك في كده الحكومة كلها بتتحرك كده ونقف في الشوارع عشان اهلنا عشان بلدنا عشان الناس عشان نقلل المعاناة على كل حد يبقى المنفذ بتاع البيع بتاع الدولة بتاع الحكومة يبقى شغال ليل ونهار بقى اقل سعر عشان المواطن الغلبان ما يعنيش وعشان الدولة تقف جنب اللي مش قادر القادر بقى ده الوقت الوقت ده هو ده وقت القادرين وانا كنت قلت ان فيه صندوق نعمله انا بتكلم عليه تاني تاني وتالت ورابع هو انتو انا بتكلم القادرين مش هتوقفوا جنب مصر ولا ايه مش هتوقفوا جنب مصر ولا ايه لا والله هو يكونوا متصورين انه هيكفيني في السندوق ده او يكفي مصر يعني عشرة ولا عشرين ولا تلاتين ولا خمسين مليار لا 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 التحدي اللي موجود في مصر عشان شبابنا اللي ما عندوش امل ده اعمله شغل بجد وحقق له ده بجد لازم يكون فيه فلوس كتير فيه مليارات تحت هيدي مالاش علاقة بموازنة الدولة اللي هي اساسا محدودة جدا عشان تعمل فرص السسمار للهي الصناعات الصغيرة والمتوسطة مفيش مفيش حجم حقيقي يعمل نقلة حقيقية لألاف وملايين الشباب مفيش يبقى السندوق ده موقف في العشوائيات عشان الناس اللي زوفها صحبها عايزة واجه موقف لأطفال الشوارع انا اسف انا مكنش بقولك قبل ان التعبير ده ولادي اللي في الشوارع ولاد مصر اللي في الشوارع منين هنتصدل مشاكلنا صحيح ولا لأ ما كنتش عايزة اتكلم معاكم في الموضوع ده ولت الحقيقة لكن العاشر من رمضان والنجاح اللي اتحقق من جانب مصر شعب حرم نفسه وصمد عشان يبني بلده عشان ينتصر وانتصر واحنا دلوقتي بنعمل ده عشان ننتصر ايو قا تنسوا ايو قا تنسوا ان في فصيل انا قلتها مبارح لرجال الاعلام من الصحافة في فصيل ما يعرفش ربنا مستعدي يهد الدولة المصرية مستعدي يهد الدولة المصرية وبيعمل على كده وبيعتقد ان ده حرب مقدسة ايو قا تنسوا يا مصرين بس انا مش ناسي انا مش ناسي وارجو ان احنا كمان كلنا ما ننساش خلي بالكم خلي بالكم النهاردة استخدم الدين بيستخدم الدين كأداة لتدمير الدول كان قبل كده العدو من بره فانت شايفه وكل الشعب بيقف عشان يواجهه بقى فيه امكر من كده بقى فيه اخبس من كده بقى عشان نبقى احنا هنا الممنعة قدرتنا على الصمود تبقى مهزوزة ليه يا ترى مين الصح ومن الغلط مين الصح ومن الغلط دي اللي بيقولوا لا اله الا الله فالدين استخدم او بيستخدم الآن لتدمير الدول بصوا كويس وانا لما بقولي الكلام دوت بفكر نفسي بفكر كل مصري مسؤول قادر وغير قادر بصوا كويس شوفوا ايه اللي بيحصل في دول شقيقة اللي ده بتتهد وبتقسم باسم الدين طب ممكن ده يحصل مع مصر لا والله مش هيحصل مع مصر زي ما انا شايفكم كده وزي ما انا بتكلم معاكم كده بإذن الله بإذن الله لان ربنا ما يرضاش ابدا بالظلم والفساد الافساد في الارض ما يرضاش به ربنا واحنا ان شاء الله لن نظلم ولن نكون مفسدين في الارض بالعكس احنا هنسعى بإذن الله لكل عمل إصلاح وعدالة في الارض من فضلكم خلوا بالكم معايا من بلدنا مصر محدش ان شاء الله ابدا حيقدر يقرب لها لازم تكونوا واسخيبين كده وانا برضو قلت قبل كده ان مصر لأ مصر لأ ان شاء الله في جيش وفي شعب عنده وعي وعنده صلابة وعنده حضارة وعنده تاريخ ودايما كان ربنا بيخليه الشعب والدولة اللي تحمي ده تحمي وتحافظ وان شاء الله الدولة المصرية هتحمي وحتحافظ انا حذرت من اكتر من سنة انه هيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا والارهاب حينتشر في المنطقة واحنا شايفين الدنيا رايحة فين وبقول لبرده لكل اللي بيسمعني ايه وقت تتصوروا ان ده هيبقى على قد المنطقة بس لا هيبقى على قد المنطقة والدنيا يعني الكلام ده يهم مش بس المجتمع العربي لا يهم المجتمع الدولي كله يعني يهم الامريكان يهم الروس يهم الصين يهم الاوروبيين انتبهوا لما يحدث في المنطقة هذه المنطقة يتم تدميرها الآن بمنتهى الوضوح كده بيتم تدمير المنطقة دي دلوقتي وده المفروض احنا ما نسمحش به مرة تانية كل سنوة انتو طيبين وان شاء الله هيبقى دايما بكرة احسن بفضل من الله الغد افضل ان شاء الله ليه بالمخلصين بالشرفاء بالمؤمنين بقضيتهم بصمود وارادة الشعب المصري كل عام وحضرتكم بخير وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هناك